أستطيع أن أقول من خلال خبرتي في عمليات قوات التحالف هذه نقطة هي أصعب ما في الموضوع وأعني هنا تبادل المعلومات أي ماذا سنشرك الآخرين فيما لدينا من معلومات فالدول المضوية في تحالف القوات البحرية وعددها 31 دولة هي جميعها من مناطق مختلفة من العالم وبالتالي سيختلف التنسيق فيما بينها فيما يتعلق بالمعلومات وعليه فإن البحث عن أرضية مشاركة وكيفية الحصول على المعلومات مسألة في غاية الأهمية خاصة أن هذه الدول لا تتشارك ثقافيا فيما بينها وربما يمثل هذا تهديدا حقيقيا لكن هنا أمران مهمان الأول هو التشارك في الفكرة والاتفاق على حجم المعلومات التي يمكن أن نشرك فيها الآخرين الأمر الثاني هو الأليات التي يمكن بها أن نتبادل معلومات وفيما يتعلق بعلاقاتنا بالمغرب فهو يشاركنا في العديد من أدوات نقل المعلومات لكن هذا ليس كل ما في الأمر كنت بصدر انتقال إلى هذه النقطة في منطقة شمال أفريقيا وفي القرى عموما بالإضافة إلى أمريكا هناك الاتحاد الأوروبي والمغرب لديه تقليدية تبادل معلومات جيد للغاية وشركات تعاون في مجال إنفاذ القانون مع الاتحاد الأوروبي وهذا نموذج رائع ليس بين أمريكا والشركاء المحليين فحسب ولكن بين شركاء أمريكا المحليين والاتحاد الأوروبي فهو مثابة حلف الناتو مضافاً إليه دول أخرى هو أمر مثير حقاً في المغرب يعمل أيضاً مع تجربة الأوروبية أي في الإطار الأوروبي وليس في إطار الناتو والمعلومات التي نتبادلها مع الناتو تختلف عن المعلومات التي نتبادلها مع التجربة الأوروبية هذا يجعل الوضع معقداً لحد ما لكنهم يمدوننا أيضاً بأدوات فهم تبادل المعلومات